مضت على قطع السلطة الفلسطينية راتبيهما من دون إشعار مسبق طلال ومحمد يقولان إن قطع راتبيهما جرى على خلفية حرية الرأي والتعبير في ظل الانقسام الفلسطيني خطوة أسهمت في تفاقم أوضاعهما الاقتصادية ولسيما في ظل انعدام فرص العمل وغياب أفق لحلول سياسية تنهي الأزمة السياسة قطع الرواتب أدت خربان لبيوت عنا حرموا أولادنا من العلاج ونحرموا من التعليم ونحرموا من حياة كريمة والقانون نفسه بكفر لأن الراتب هو حق مكتسب للعائلة ليس للشخص أنا زي بداية تم معاقبتي لماذا تم معاقبة أسرتك اليوم جئنا لنوصل رسالة للاتحاد الأوروبي الذي يدعم السلطة الفلسطينية ويدعم رواتب الموظفين لكي نقول لهم أوقفوا هذا التغول على رواتبنا أوقفوا هذا التغول على حقوقنا كموظفين هذا الاعتصام أمام مقر الاتحاد الأوروبي في غزة واحد من الاعتصامات الدورية التي تنظمها اللجنة المطلبية للموظفين المقطوعة رواتبهم في القطاع من أجل الاحتجاج على استمرار تجاهل السلطة لمطالبهم بعودة رواتبهم ولدعوة الاتحاد الأوروبي بصفته الداعم الرئيسية لميزانية السلطة للتدخل لحل المشكلة القانون الفلسطيني كفل للمواطن الفلسطيني وممارس حقه بالرأي والتعبير وكفل له أيضا حريط التجمع القانون الفلسطيني حمى هؤلاء الموظفين من أي إجراءات تعسفية وظالمة بحقهم وكانت السلطة الفلسطينية قد قطعت رواتب ميات الموظفين وفرضت حسوما على رواتب الآلاف فضلا عن إحالة أكثر من 23 ألف موظف للتقاعد المبكر خلال الأعوام الثلاثة الماضية ضمن إجراءات وصفها الموظفون بالعقابية والتمييزية ويشكل أنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني مدخلا أساسيا لمعالجة جميع القضايا العالقة في غزة بما فيها قضية رواتب الموظفين التي يمثل حلها بشكل عاجل تعزيزا للوضع الاقتصادي المتراجع في غزة بفعل الحصار الإسرائيلي أحمد غانم غزة الميادين